الكريب سوزيت معروف ومعروف ان هو بتعمل ومعاه فاكهة بستعمل الرازباري او الفراولة او المربة او الكريب ممكن بتعمل معاه اللي هو بيبقى البانكيك او الكريب مع حاجة اسمها سيروب لكن لو عملناه حادق بيبقى مختلف شوية ومش بمعنى ان احنا بنعمله حادق ماينفعش يبقى كريب لأ ممكن يبقى كريب ونفس مقادير الكريب لو انا جبت بلطين هنا هوت معه شوية من الدقيق وخلطت معاهم ملح وفلفل يعني اللي بيضيف عليه هنا بيختلف ان انا بحط ملح وفلفل في الكريب الحلوش بحط لملح ولا فلفل او ممكن احط شوية ملح بس ما بحطش فلفل بحط الدقيق حيث ان كل حاجة هتتخلط مع بعضها ومعاها بنحط الحليب بحط شوية حليب هنا هو وبعمل العجينة اللي انا عايزها بحيث انها ديت هيبقى دوة الكريب اللي انا عايزها نضربه كله بغاية لما تأكد ان الخليط بقى لازل شوية وتمالي بيبقى خفيف شوية دوت بيبقى خفيف على اساس اعمله في القلاية فيه اختيارين ياما باجي اخلط عليه الاعشاب العطرية اللي انا احطها عليه او لو حابب ممكن اضفها عليه بعد ما بحطها يعني الاعشاب العطرية ممكن يكون عناع شوية بنبقدونس شوية صغيرة من الكسبرة او كل اللي انا قلتهم دول مع بعض اخط شوية زيت صغيرة هنا هوت في قلب القلاية وحاسيت ان الزيت كتير باخده واشيله هنا على جنب يبقى دوت الزيت الزيادة وبناخد الكريب اللي احنا خلطناه دلوقتي وبحطه هناه وبفرده او بفرد العجينة والعجينة لسه طرية بناخد شوية من الاعشاب بنحطهم عليها ناخد شوية من الاعشاب هناه كده وبنحطهم عليها زي ما قلت شوية من النعناع شوية من البهارات او ممكن لو حبيت يكون اختيار تاني واسيبه مجرد ما يبتدي اتماسك هو دوت اللي بقلبه او لو عايز احط كل الخضرة ديت هنا في قلب الخلط وافرمها مرة او اتنين وديت بتديلها طعم وبتديلها لون بيكونها مخدر شوية بمجرد ما يبتدي يتماسك شوية نقلبها الناحية التانية وده بيكون فكرة الكريب يبقى عندي دول رقات ممكن نعملها ونقلبها وتبقى دي الرقات او اخليها ديت لاخر واحدة ازين بيها يبقى عندي اكتر من اختيار التزين او الحاجة نفسها اللي بعملها بيكون عبارة عن ايه بيكون عن الكريب اللي احنا لسه عاملين واحدة وقلت ان انا ممكن بخدها وحط عليها الخضرة لو انا حطيت الخضرة بتبقى متدخلة معاها ما بتبقاش عليها من بره بس وممكن اعملها رق وابتدي ازين ديت او اعملها رقات حسب الطعم والناكه اللي انا عايزها ممكن استعمل شوية من الجبنة هنا هو كأول رق ايدي هنا كده هون ولو حابب ممكن نحط هنا هو طماطم يبقى عندي جبنة وعندي طماطم نعملها كدني بعمل رقات جاتو ناخد رق تاني نحط بالطريقة ديت ولو عايز ممكن نحط جبنة تانية او نحط بتنجان بتنجان مقلي خفيف وبعدين نحط رق تاني او ثالث حسب زي كنت تبتدير تعدوا معي الرقات وزي ما انتوا شايفين انا حاطتهم مبين ورق زبدة ده بيساعد على انه يحافظ عليها واخليها في الوقت اللي انا عايزه واقدمها لو عايز اعمل باللحمة احط فيها لحمة ممكن استعمل اي لحمة مرتدلة باسترمة اي نوع من انواع اللحوم حطها هنا هو رقات على اساس دي مش هتكون لشخص واحد ممكن تتقطع وتبقى اكتر من شخص تقطع كمان ونحط شوية اللي هم كده نحط شوية من الفلفل اللي هو المشوي نجيب فلفل المشوي الوان ودية بتكون فرصة لاني اكل اكتر من حاجة حيطة صغيرة من كل حاجة نوزحها بالطريقة دي وبعدين اجيب رقه هنا هو اخير ممكن نحط قطعة من كل حاجة حطناها في الرقات زي البتنجان وزي الطماطم وزي الفلفل نحطوهم بالطريقة دي واخر رقه احط في فوق اللي هو يكون الكريب اللي احنا عملناها في الاول خالص وقلنا ان انا ممكن اخلي يبقى العشاب عليه من فوق وبعدين ابتدأ زينه شوية بقى من الجبنة اللي حطناها في النص وحبة صغيرة من كل حاجة حطناها زي ما كناش حطنا زيتون ده وقت مناسب نحط زيتون وزي كنت عايز استعمل طماطم غير الطماطم اللي احنا حطناها جوه زي الطماطم الجفة ديت بتكون ظريفة يبقى كراءات ممكن اقدمه لشخص او الاتنين او لو حبيت ممكن الفه اعمل واحدة بس والفها ويبقى عندي اكتر من طعم واكتر من رئكة او اططحها بالطريقة ديت وممكن يكون لاربع او خمس اشخاص فيش حجة ان خمسة ممكن ياخدوا بنكيك ممكن يكون البنكيك معمول قبلها ومتشال في التلاجة سهل لسريع ظريف مختلف وان شاء الله يخلي يومكم وصباحكم ماتي